منحة روسية في اختصاص طبيب بيتري نعم ممكن ذلك حصول على المنحة بدون أي واسطة فقط عبر الموقع الرسمي educationinrussia.com كما ترون هذا هو الموقع الرسمي التابع للوكالة الروسية الحكومية المختصة في تقديم المنح للأجانب هذا الموقع ممكن تغيير اللغة English أو Francais وهو كذلك مدعوم باللغة العربية كما ترون وبالنسبة لإنشاء حساب فقط اضغط عليه والأمور ستكون طبيعية وسهلة جدا إذن نتعرف كما ترون هذا هو الموقع بالنسبة لعملية الالتحاق بجامعة روسية إذن قمت بتخصيصا بفيديو وهو منحة روسية في خمسة خطوات تجدونه في الرابط في صندوق الوصف وكذلك ممكن معرفة والتعرف على الفيديوهات جميعها منسقة وفي عدة مجموعات منفردة في بلايليست للقناة ديبلوموفيتش ولتسهيل الأمور لكم إذن نعود ونتعرف على الاختصاص طبيب بيتري كمنحة روسية مجانا إذن كلمة بحث نضغط عليها ومباشرة نذهب إلى الصفحة هذه وهكالآتي إذن مجموعة مستوى التعليم هنا نكتب تخصص وهو ما يسمح لنا بأن ندرس هذا الاختصاص وبالنسبة لمجموعة مجالات الدراسة نبدأ بالكود وهو كود علوم بيترية وحيوانية وبالنسبة لمجال الدراسة وهو كالآتي الطب البيتري أذكر جيدا بأن هذا الاختصاص ستدرسونه برقمه ستة وثلاثون سفر خمسة سفر واحد وهو كود بالنسبة لهذا المجال وخاصة للطب البيتري إذن بالنسبة للخانة هذه نكتب بالأسف لا يتم ترجمتها ولكن نختار التي بين قوسين هوية في الوسط أي أنه مجانا وهو في تصنيف المنحة هذا هو يعطينا بالنسبة كذلك للغة الروسية ونضغط على كلمة عرض ثلاثة وأربعون برنامجا إذن في الأسفل سنجد ثلاثة وأربعون برنامجا أي ثلاثة وأربعون جامعة روسية يمكن لكم أن تختاروا فقط فقط ستة آآ جامعات من من بين الثلاثة وأربعون كيفية تتعرف على الجامعة للأسف كذلك بأن اسم الجامعة بقي باللغة الروسية مثلا هذه الجامعة موجودة في كيروف نتأكد من الاختصاص ونضغط على اسم الجامعة بالروسية مباشرة نذهب لصفحة أخرى لنتعرف على الموقع الرسمي لهذه الجامعة وهي جامعة آآ الحكومية بالنسبة آآ آآ للتقنية آآ زراعية إذن وكذلك نفس الشيء مع مثلا البيترة وتقنية تربية الحيوانات هذه الجامعة موجودة في موسكو واسمها آآ الجامعة الروسية البيو آآ تكنولوجي إذن آآ نفس الشيء نتأكد من التخصص نضغط على اسم بالنسبة لي آآ بلغة روسية مباشرة نذهب آآ آآ إلى ونضغط لنتعرف على الجامعة بصفة عامة وكذلك عن اختصاصكم هذا هو آآ ونكمل جميع التعرف على بقية الجامعات الثلاثة والاربعون كما ترون ان شاء الله هذا الفيديو ساعدكم في معرفة وكيفية آآ تعرف على الجامعات واختصاص طبيب بيتري شكرا لكم على للمتابعة ودمتم بخير